بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين النبي الأمي على أهلي وصحبه وسلم أجمعين أبناء أحباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن انتهينا من الدرس الأول البحار والمحطات نلتقي في الدرس الثاني وهو نظافة البحار والمحطات نظافة البحار والمحيطات نفتح الصفحة ونكمل ونتبع الدرس يلا أبطال درس نظافة البحار والمحيطات واتبع معي عشان ننطلق القرآن إن شاء الله نبدأ يلا خرجت أسرة خالد إلى الشاطئ في نزهة بحرية وقف خالد يتأمل البحر وجماله وأمواجه المتلاطمة ويشاهد الأطفال الصغار وهم يلعبون ويمرحون على الرمل ويتأمل القوارب وهي تجري في الماء مبتهجا بما يراه وأثناء مشاهدته التفت يمينا فرأى أسرة تغادر وتترك مخلفاتها ملقاط على الشاطئ ورأى ولدا يرمي نفايات في البحر ورأى ولدا يرمي ركز ورأى ولدا يرمي نفايات في البحر رغم وجود حاويات القمامة في كل مكان فتعجب من ذلك قائلا ما أقبح هذا المنظر يا أبي ما أقبح هذا المنظر يا أبي الأبو أجل يا بني إن هذه الشواطئ ملك للجميع فعلا فعلينا المحافظة على جمالها ورونقها كي لا يتلوس البحر خالد وهل يتلوس البحر يا أبي اكتفي يا أبطال ونركز على بعض المهارات وبعض الأسئلة طيب ماشي يا أبطال نقرأ الدرس مرة اثنين وثلاثة بالانطلاق كده إن شاء الله نظافة البحار والمحيطات طبعا نظافة مضادها تلوس البحر جمع تكسير ومفردها البحر والمحيطات جمع ومفردها المحيط شرحنا قبل كده خرجت أسرة خالد إلى الشاطئ في نزهة بحرياته نطرح سؤال على الفقرة دي من يصيق سؤال أيوة أين أين خرجت أسرة خالد أين خرجت أسرة خالد آدي سؤال هنقوله خرجت أسرة خالد إلى الشاطئ في نزهة بحرية ماذا فعل خالد؟ وقف خالد يتأمل البحر وجماله ومواجه المتلاطمة ماذا شاهد خالد؟ شاهد الأطفال الصغار وهم يلعبون ويمرحون على الرمل ويتأمل القوارب وهي تجري في الماء مبتهجا بما يراه أو ماذا رأى خالد على الشاطئ؟ نفس الإجابة الأمواج متلاطمة جمال البحر للأطفال وهم يلعبون ويمرحون على الرمل والقوارب وأثناء مشاهدته التفت يمينا فرأى أسرة تغادر وتترك مخلفاته ملقاة على الشاطئ طيب هنا ماذا شاهد خالد؟ هل أعجبك هذا التصرف؟ هل هذا التصرف صحيح؟ الأسرة التي تذهب إلى الشاطئ وتترك مخلفاتها وراءها رغم موجود حاويات في كل مكان وإحنا عارفين الحاويات يا أولاد وعاء أو مكان لرمي النفويات موجود في كل مكان الشاطئ يا أبطال ملك للجميع الشاطئ ملك للجميع فيجب المحافظة عليه فيجب المحافظة على يعني زي الممتلكات العامة وليست ممتلكات خاصة ما أنت بس اللي بتروح تلعب أو تتنزه؟ لا غير الكتير الجميع بيروح ملك للجميع فيجب المحافظة عليه باستمرار عبر بسلوب تعجب وقال ما أقبح هذا المنظر يا أبي ما أقبح مضده يا أولاد ما أجمل مستنفر هذا التصرف اللي اللي الولد سواه ورمى النفايات في البحر يعني ما نظفوا مكانهم ورموا النفايات في البحر يعني نظفوا الشاطئ ووسخوا الشاطئ والمياه لأن النفايات ما تترمى في البحر ماشي يا أبطال طبعا الأبو ماذا قال الأبو لو أجل يا بني أن هذه الشواطئ ملك للجميع فعلينا المحافظة على جمالها ورونكها كي لا يتلوص البحر خالد وهل يتلوص البحر يا أبي طبعا بيتلوص البحر بالنفايات البحر فيه زي في أحياء مائية الأسماك وخلاف اللي احنا درسناها في الدرس الأول فطبعا دي كلها زي التلوص الحاجات المتلوصة زي السموم بالزبط بيتأزى منه ويتضر خرجت أسراته خالد إلى الشاطئ ما نوع الجملة هنا؟ أيوة جملة إيه؟ عين على لما أقول لك نوع الجملة يبقى عين على أول كلمة أشوفها فعل ولا إسم أقلتها فعل يبقى الجملة أقول له جملة فعلية إسم يبقى الجملة إيه؟ إسمي خرجت هنا طبعا إيه؟ فعل طب فعل إيه؟ خرجت وانتهى يبقى فعل ما أسرته من اللي خرج أسرته يبقى أسرته هنا فاعل ممتاز خلاص أسرة من؟ خالد يبقى هنا بنقول لأسرة مضاف خالد مضاف إليه إلى حرف جر أشراطي إسميه مجرور عارفين أن اللي بيجي بعد حرف الجر إسميه مجرور في حرف جر نزهة اسم مجرور بحرية بنقول على هاي شوف نزهة بحرية ما في ألف لام ما في ألف ناكرة ما في ألف لام ما في ألف لام متأنس مؤنس آه آيوة يبقى صفة الصفة بتتبع الموصف في كل شيء ممتازين ماشي يا أبطال طبعا أسرته أسرته همزة قاطع إلى برضو همزة قاطع الشاطئ همزة وصل ماشي يا أبطال وهنا نزهة بحرية تنوين بالكسر والتأخيرات مربوطة وقف خالد يتأمل البحر وقف خالد طبعا جملة فعلية وانحول الجملة اسمية بايه خالد وقف ماشي يا أبطال آه يتأمل يعني ينظر ويتعجب من جمال المنظر آه وجمالي وأمواجي طبعا أمواج أمواجي المطلاطمة المطلاطمة يعني المطلاطمة يعني المطلاطمة يعني المطلاحكة بتلاطم يعني تتلاحق مع بعضها كده وتصد فيه الشاطئ تجري ورا بعضها كده ويشاهد الأطفال الصغار وهم يلعبون الأطفال طبعا آه مفردها الطفل الصغار الصغير كل دي جمع تكسير آه ومواجي المطلاطمة وجمالي يتأمل كلمة يتأمل آه ما نوع الهمزة هنا نقول له همزة متوسطة همزة ايه متوسطة طب لماذا كتبت على ألف آيوة لأنها مفتوح وقبلها مفتوح مفتوح وقبلها ايه مفتوح ويشاهد الأطفال وهم يلعبون ويمرحون على الرمل ويتأمل برضو القوارب نفرضها ايه القارب جمع تكسير وهي تجري هي يولاد وهو وهو وهما وهم وهنا دي بنسمى ضمائر غائب ضمائر ايه غائب الماء هنا اسم آه الهمزة كتبت على السطر لأنها قبلها مد مبتهجا يعني ايه مسرورا مسرورا فرحان بما يراه بما يشاهده واثناء طبعا هامز بتبدأ بهمزة قطع وهمزة متطرفة على السطر لأنه قبلها مد مشاهدتي التفت طبعا التفت همزة ايه وصل احسن يمينا عكس يمينا يسار تنون بالفات فرأى آه رأى آه أصلها رؤية آه زي كتبت على صورة الياء وهمزة متوسطة مفتوحة وقبلها مفتوح تغادر آه كلمة تغادر يعني آه تمشي أو تذهب خلاص آه مضادة آه 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 أحسنت آه تحضر آه وتترك مخلفاتها آه المخلفات يوجد كل اللي هي الملوسات كل الأشياء الأغراض اللي هي آه زي البقايا ملقات على الشاطئ الشاطئ همزة متطرفة كتبت على ليه آه آه لأنها بلا مكسور أحسنت آه يرمي آه يرمي آه الماضي بتاعها آه رمى اللي تبقى همزة آه قائمة والهمزة آه بتاع ألف مكسور أو الألف قائمة آه 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 على صورة الياء لأنها نفايات في البحر النفايات مفردها نفاية في آه رغم وجود في كل مكان فتعجب من ذلك ذلك طبعا اسم إشارة قائلا ها الهمزة همزة متوسطة كتبت على الياء لأنها مكسورة نعال نشوف الأسلوب الجميل ده ما أقبح هذا المنظر عبر بأسلوب تعجب أسلوب تعجب وما ضده ما أجمل هذا المنظر يا أبي الأب أجل يا بني يا بني إلياء حرف نداء يبقى اسلوب نداء إن هذه الشواطئة يبقى اسلوب توكيد بإن هذه الشواطئة ملك للجميع للجميع إلا من حرف جرى الجميع اسم مجرور فعلينا المحافظة على جمالها ورونقها رونقها يا أولاد يعني حسنها حسن منظرها كي لا يتلوز البحر ما شاء أبطال نكتفي بهذا القدر وعايد نبغى نكتب ياما نكتب الفقرة الأولى الواحد اثنين ثلاثة اربعة خمس الخمس أسطر الأولى بس بخط جميل أو نركز على فقرة الإملاء الفقرة الثانية من الإملاء القطع الثانية من الإملاء وأشكر جميع من شارك وأرسل واهتم وعليكم بحسن الخط والانطلاق في القراءة وأنا في انتظار المقاطع الصوتية وقطع الإملاء وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله